اشتركوا في القناة ما الاسباب والعوامل التي كانت وراء هذه الطورة؟ يمكن التمييز في اسباب الطورة الفرنسية بينها الاسباب السياسية والاجتماعية والاخرى اقتصادية فعلى المستوى السياسي ظل نظام الحكم الملكي المطلقي مستمرا بفرنسا الى غاية القرن الثامن عشر وكان يعتمد على مبدأ الحق الالهي في السلطة حيث كانت رجال الدين وفي الكنيسة الكاتوليكية تعطي شرعية لكل قرارات الملك وفي نظام الحكم هذا لم يكن للشعب اي دور في السلطة بل كان عليه فقط الخضوع والطاع وقد لعب رجال الدين دورا مهما في ذلك وقد جمع الويس السادس عشر جميع السلطة في يده فقد كان يشرع القوانين وينفدها وكذلك يطبق العدالة اما على المستوى الاجتماعي فقد تشكل المجتمع الفرنسي خلال القرن الثامن عشر من عدة فئات الهيئة الثالثة وكانت تمثل 97% من مجموع سكان فرنسا وتتشكل من البرجوازية والفلاحين والعمال ثم طبقة الاكلورس هم رجال الدين وطبقة النبلاء ورغم ان النبلاء والاكلورس لم يكونوا يمتلون سوى 3% من مجموع سكان فرنسا الا انهم كانوا يستحويدون على جميع الامتيازات وفي المقابل كانت الهيئة الثالثة محرومة من الحقوق السياسية وتتحمل عباء هذا النظام والمدمتلة خصوصا في الضرائب المختلفة اما على المستوى الاقتصادي فقد شهدت فرنسا سنة 1789 موسم فلاحيا رديئا نتيجة سوء الأحوال المناخية فارتفعت أسعار المواد الفلاحية وانتشر الفقر في البوادي إضافة إلى معاناة الفلاحين من ارتفاع الضرائب كما تضهورت أوضاع العمال في المدن وذلك بفعل تضرر الصناعة من سياسة الدولة في القرن الثامن عشر ومن المنافسة الإنجليزية كما تراجع الضور التجاري لفرنسا فعاشت البلاد أزمة اقتصادية كان سببا في اندلاع الثورة كما عاشت فرنسا أزمة مالية خانقة خلال القرن الثامن عشر بفعل ارتفاع نفقات الدولة وذلك نتيجة تكاليف حرب السبع سنوات ما بين 1756 و 1763 والتي دخلت فيها فرنسا في إطار دامي استقلال الولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى ارتفاع نفقات القصر الملكي وذلك بسبب حيات البدخ والطراء التي عاشها الملوك خاصة حياته الملك لويس السادس عشر وزوجته الملكة النمساوية ماري أنتوانيت وهو ما خلف السياء شابيا كبيرا أدى إلى قيام الطورة في فرنسا عام 1789 والإطاحة بالنظام الملكي وقيام نظام جمهوري ترجمة نانسي قنقر